اشتركوا في القناة اتم الله له هذه الكلمات وقام بها من التوحيد والقيام بالأوامر وترك الزواجر فهذه هي مرحلة ومقومات الإمامة في الدين ولهذا يجب على العبد أن يسلك طريق الإمامة في الدين أولا بالإيمان بالله وتوحيده والقيام بالأوامر والشرائع وترك النواهي والزواجر وقال أبو الطيب القنوجي قال إني جاعلك للناس أي لأجلهم إماما يقتدى بدينك وهديك وسنتك قاله في فتح البيان شكرا شكرا شكرا